السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله أهلا وسهلا في فيديو جديد وحلقة جديدة وموضوع جديد في هذا الموضوع أيها الإخوة والأخوات الكرام سأتطرق إلى موضوع الكلباني الكلباني الآن يعني كل مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن الكلباني الكلباني فعل الكلباني فعل الكلباني فعل الكلباني هذا لمن لا يعرفه هو رجل من المسلمين رجل من المسلمين حافظ لكتاب الله عز وجل أما الناس في أشهر أو في أسابيع قليلة في الحرم لأن بعض الناس يقول أنه كان من أئمة الحرم أو أن لا هو أما الناس في أشهر قليلة فقط في الحرم المكي يعني هو غير محسوب على أئمة الحرم المكي الموجودين هناك دائما لا وأما الحرم المكي في وقت وجيز جدا أفعاله التي يفعلها لا تنسب للإسلام أعطيكم مثال يعني الرجل حفظ كتاب الله عز وجل وأما الناس في الحرم لكنها يعني يفعل بعض الأمور التي والله العظيم لا أدري أنا شخصيا لا أدري ما هو الدافع من ورائها هل الدافع من ورائها هو الشهرة؟ الرجل مشهور يعني الرجل مشهور يعني الكل يعرف الكلباني عادل الكلباني معروف يعني ما هو السبب في هذه الأمور التي يعني مخالفة للمجتمع لا أقول أستطيع أن أقول مخالفة للدين لا أستطيع لأنه إذا ظهر مثلا في مسبح يسبح وهو يظهر يعني صدره تقريبا عاري وهو يتكلم عن أن هذه من المباحات نعم هذه من المباحات لكن أن يظهر داعية من الدعاة المحسوب على الدين ويظهر بهذه الكيفية ويعني أخي الكريم إذا أردت أن تستحم فاستحم في منزلك إذا أردت أن تبين للناس أن السباح حلال وكذا وكذا فتكلم قل إخواني الكرام يجوز لك أخي الكريم أن تسبح في مسبحك في بيتك ولا شيء في ذلك يعني لا داعي أنك تظهر بمظهر لا يليق بك أنت كحامل لكتاب الله عز وجل كحامل لكتاب الله عز وجل ثم ظهر في مظهر فيه الطوام الكبرى يعني شارك في فيديوهات وأظن أن هذا الفيديو صراحة لا أكاد أجزم هل هو من إنتاج هوليوود أو ليس من إنتاج هوليوود لا أعلم لأن نصف العلم لا أعلم فشارك في هذا الفيديو وظهر بمظهر لا أقول بمظهر المتدين المتسامح أو المتدين الكيوت أو لا أدري بأي لا أدري أين يريد أن يصل الكلبان بهذه الرسائل التي يرسلها بين الفينة والأخرى يعني كأنه يريد يبين للناس الغير المسلمين أن أنا مسلم ملتحي لحيتي قد تصل إلى صدري لكني كيوت يعني غير متشدد إن صحة العبارة يعني غير متزمد أنا منفتح أنا مع أني متدين ملتحي لكني غير متدين يعني والله العظيم أمور لا يفعلها بعض العوام من المسلمين الذي ترى يعني يصلي في المسجد يصوم لكن لا تظهر عليه علامات الاستقامة فلا يفعلها فكيف بك أنت يا عادل الكلباني تقل الله عز وجل اليوم دنيا وغدا آخرة اليوم عمل وغدا حساب وقد تجد عندك يعني أناس يتابعونك ويتأثرون بكلامك يتأثرون بأفعالك وقبل مدة ظهر عادل الكلباني وهو يمتطي يعني دراجة نارية وصراحة هذه الفيديو قد علق عليه أناس كثير لكن أنا لا يوجد عندي أي تعليق على هذا الفيديو لا يوجد لماذا؟ لأنه لا يوجد ما يدعي أو ما يستدعي الكلام عن هذا الموضوع الرجل ركب على دراجة نارية سواء ركب على دراجة نارية أو على حصان أو على فرس أو على طائرة هذه مسألة لا تخدش الحياة أو تخدش مراءة الرجل أو تخدش المجتمع الإسلامي لا لكن بعض الزلات وبعض الأخطاء صراحة لا أدري لا أعرف ما هو السبب الذي من أجله فعل الكلباني هذا قد نقول الشهرة الرجل مشهور الرجل معروف في المجتمع الإسلامي وقد يكون معروف في المجتمع الأوروبي كذلك عند المسلمين الغير عرب أراد المال بهذه المسألة لا أظن حيث أنه كان إمام في الحرم فلها دخل محترم فصراحة لا أعرف ما هو سبب هذه الخرجات بين الفينة والأخرى للكلباني لكن الذي يظهر لي والله أعلم أنه يريد أن يرسل رسالة للغرب أو للمسلم المتدين وهو أنه قد تتدين ولا تتدين تدين في بعض الأمور التي في بيتي كاف أما أمام الناس فلابد أن تظهر لهم بمظهر الكيوت لا بد أن تظهر لهم بمظهر المتسامح الذي يسامح الكل الذي لا يتكلم في أي أحد الذي لا يا أخي كريم الدين ليس هكذا يقول الآيات التي تقرأها في كتاب الله عز وجل لا تقول هكذا في بعض الأمور لا بد من الحزم فيها أن تظهر أنت وصدرك عاري وتقوم بالسباحة هذا يخجل منه بعض عوام المسلمين الذين لا يحفظون كتاب الله عز وجل يخجلون من هذا المظهر أن يظهر وصدره عاري فكيف بك وأنت حامل أول شيء أن تحامل لكتاب الله عز وجل ثاني شيء أنت رمز أنت رمز عندك أناس متأثرين بك متأثرين بكلامك متأثرين بتصرفاتك فالرجل الرجل المشهور الذي له مشاهدين وله متابعين قد لا يفعل بعض الأمور التي هي مباحة قد لا يفعلها أمام الناس لماذا؟ لأن الناس تتأثر به ممكن شيء يكون مباح لكن الناس تظن أن هذا هو الواجب وأن هذا لا شيء فيه فلا بد أن تراجع حساباتك أخي عادل الكلباني راجع حساباتك بارك الله فيك اجلس بينك وبين نفسك تكلم مع نفسك قل أنا ما هو الهدف من هذه المواضيع التي في كل مرة أخرج بمواضيع وكنت قد استمعت لها قبل مدة يحل الغناء يقول أن الغناء حلال يعني سبحان الله العظيم نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والله العظيم أيها الأخوة والأخوات الإسلام أصبح غريب يعني أن تجد الشخص إمام الحرم أو كان إمام الحرم في وقت من الأوقات وهو الآن أظن لا زال إمام في مسجد أظن اسمته المحيسني أو المحيسين هكذا مسجد في سعودية ويأتي بهذه الخرجات لا أدري ما هي الفائدة من ورائها في الختام نسأل الله عز وجل أن يتجاوز عننا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يتجاوز عن أخينا عادل وأن يهديه إلى طريق السواب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته